هنتكلم اول حاجة عن اهم سؤال بيخطر في بال المشجعين اللي هيحضروا المباراة انا احجزت تذكرة من سايت بتاع تذكرتي هو معايا التذكرة والفان ايدي وعايز احضر المباراة اعمل ايه؟ اول حاجة بأكد على حضراتكم فيها هي توقيت فتح وغلق الابواب المؤدية للمباراة ان شاء الله بوابات الاستاد الاربعة هتفتح اعتبارا من الساعة اثنين بعد صلاة الجمعة والغلقة هيكون الساعة سبعة يبقى انا كمشجع هتوجه الى الاستاد في التوقيت ما بين التوقيتين ما بين الساعة اثنين للساعة سبعة وطبعا يفضل ان حضرتك ما تسيبش نفسك لاخر وقت عشان ما يبقاش فيه ازدحام تعالى فيه خلال الفترة دي طيب انا هدخل منين انا ما دخلتش الاستاد قبل كده اصلا وعايز اعرف اركب ايه وادخل منين طيب انا هبسط على حضرتك الدخول انا عندي اربع ابواب مخصصة للدخول لحضور المباراة وطبقا ليه التذكرة اللي مع حضرتك لو حضرتك كنت معاك تذكرة المقصورة الرئيسية والمقصورة الامامية والمقصورة الجانبية المقصورة عموما والدرجة الاولى يمين والدرجة الاولى يسار والدرجة الاولى العلوية ومكتوب كده في التذكرة يبقى اذا انت هتدخل من باب الى رجدان فين باب الى رجدان باب الى رجدان ده الباب الغربي للاستاد متواجد بشارع مطلع لشارع اسماعيل الفنجلي مميز طبعا بمسجد الى رجدان اللي هو في عمارات ضباط القوات المسلحة امتداد رامسيس وممكن الوصول لباب الى رجدان عن طريق طريق الاوتستراد من بعد ارض المعارض تدخل يمين او عن طريق شارع صلاح سالم من تحت كبرى الفنجري او عن طريق الشارع المؤدي الى شارع امتداد رامسيس يبقى هاكد تاني اللي هيدخل المقصورة الرئيسية او المقصورة الجانبية والامامية او الدرجة الاولى يمين والدرجة الاولى يسار والدرجة الاولى علوية من باب الى رجدان السادة المخصص لهم دخول او معاها تصريح لدخول بالسيارة سواء كان تبع الشركة المنظمة او كان من السادة الحضور هيدخل برضو من باب الى رجدان يبقى السيارات كل الناس اللي حاملي السيارة الخاصة هيدخل ومصرحه معاها تصريح بي واسمه موجود في الكشفات المعتمدة من وزارة الداخلية هيتوجه الى باب الى رجدان طيب الباب التاني اللي انا هتكلم عليه هو مخصص للدرجة التالتة شمال هتلاقي مكتوب في التذكرة بتاعتك الدرجة التالتة شمال هدخل منين انا معايا تذكرة مكتوب عليها الدرجة التالتة شمال زي التذكرة دي كده هنا مكتوب عليها الدرجة التالتة شمال كده انا مخصص ليا باب صلاح سالم باب صلاح سالم ده المطل على دار المدرعات وهيئة الاستعلمات وده اسمه الباب البحري لاستاذ القاهرة الطرق المؤدية ليه شارع صلاح سالم واسهل طريقة للشباب هو طبعا مترو الانفاء محطة ارض المعارض ده مطل على طول من تحت كبر الفنجري هتتحرك مسافة بسيطة للوصول الى شارع الاستاذ البحري اللي هو مؤدي الى بوابة صلاح سالم ومنها الى التيرن ستايل اللي بعده على طول اللي هي هيتشايك على التذكرة منها الى المدرج مباشرة دي الدرجة التالتة شمال هننتقل الى التذكرة اللي مكتوب عليها الدرجة التالتة يمين التذكرة اللي مكتوب عليها الدرجة التالتة يمين مخصص لها بوابة الاستاذ المطلة على شارع الاوتستراد البوابة دي موجودة في الفاصل ما بين نادي الظهور والنصب التسكري طبعا الشارع الرئيسي المؤدي للبوابة دي هو شارع الأوتستراد البوابة هتدخلك على طول من التفتيش إلى التيرنستايل الخاص بمراجعة التسكرة ومنها إلى المدرج مباشرة يبقى دي الدرجة الثالثة يمين الدرجة الثالثة يمين بوابة الأوتستراد هننتقل إلى الدرجة الثانية الموحدة سواء كان يمين ويسار وعلوي سفلي الدرجة الثانية الموحدة هتلاقي مكتوب هنا في مكان الدرجة الدرجة الثانية الموحدة الدخول مخصص لها بوابة يوسف عباس البوابة دي في الشارع الرئيسي ليوسف عباس أمام محطة مترو الخط الثالث للمترو محطة مترو الاستاد أو لسادة اللي هم هيجوا بالمواصلات مش بالمترو من شارع يوسف عباس بوابة معروفة بمجرد ما تدخل على البوابة ومعاك التسكرة والفان اي دي هتدخل مباشرة منها الى بوابات التيرن ستايل لمراجعة التسكرة ثم منها الى المدرج مباشرة كده انا اتكلمت على الاربع ابواب اللي حضراتك هتبقى معاك التسكرة سواء كانت مقصورة سواء كان قولة يمين قولة يسار قولة علوي سواء كانت تالتة يمين او تالتة شمال او تانية موحدة اشتركوا في القناة